لدى تسلم سموه للتقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على تفعيل الرقابة وتشديد المحاسبة لحفظ المال العام وحسن إدارته وضمان التوظيف الأمثل له بما يعزز مبادئ النازاهة والشفافية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سعدت السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة المهنية 2016-2017 وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تبني الاستراتيجيات والمبادرات التي تكفل توجيه المال العام باتجاه أوجه الصرف المحكمة التي ترتقي بالوطن وشعبه وأن مساعيها متواصلة في تفعيل الرقابة الداخلية في العمل الحكومي وتشديدها وتطويرها ليقينها بأن الحفاظ على المال العام غاية والرقابة وسيلة لتحقيق ذلك وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء على الدور الرقابي الذي يطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية لأنه يدعم عمل الحكومة في تطوير الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية منوها سموه بالمهنية والحرفية التي تتصف بها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ودورها في تحسين إدارة المال العام مشيدا سموه بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة العاملين في هذا الجانب وعقب اللقاء صرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن الديوان قد أنجز أعمال الرقابة المالية والإدارية والأداء في إطار استراتيجيته الهادفة إلى مساعدة الجهات المشمولة برقابته على أن تدير شؤونها بإسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والإجراءات المنظمة لها وذلك لمساعدتها على تطوير أدائها وسد ثغرات التي تستغل في ارتكاب المخلافات المالية والإدارية والتلاعب بالأموال العامة وفي هذا الإطار نوه الجلاهمة إلى دور الديوان في إحكام الرقابة عن الأموال العامة وترشيد الإنفاق وتعظيم مرجودة على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ومساهمة ملاحظاته وتوصياته في الارتقاء بكافة الجهات المشمولة بالرقابة وتحسين أدائها وجودة خدماتها بالإضافة إلى تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها كما ثمن سعدته الاهتمام الذي تليه السلطة التنفيذية لتقارير الديوان ما ساعد على تنفيذ توصياته وأشاد بتعاون أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤاسة الجهات المشمولة بالرقابة ومسؤوليها ومنتسبيها مع الديوان الأمر الذي مكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه والنهض بمسؤوليته تجاه الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها وفي ختام تصريحه أشاد سعادته بالدعم الذي يلقاه الديوان من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وبالتوجيهات السديدة التي درج سموه على إصدارها للجهات المشمولة بالرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان وأضاف بأنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات سموه حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير وإلى تأكيد سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات